من كم يوم من بعد الجيم قعدنا هيك مجموعة نسوين عم نشرب في الجن قهوة قبل ما كل واحدة تنطلق بنهارة سألت نخلكون هيدا مين اللبسة أزرق؟ ما إلا زمان بتعمل معنا سبار كأنه بعرفها بتنط وحدة وبتقلي هيدي معنسة حرام أول شي أنا سألت مين هيدا؟ مش شو وضع الاجتماعي؟ بعدين حرام معنسة؟ ليه حرام؟ فين أفهم؟ أنت حرام لأنه بتفكري بهيد الطريقة؟ وبعدين معكن يا جماعة أي متى بدنا نخلص من هيد الصفة اللي بتلزق على المرأة اللي مش مجوزة كأنه عاملة شي غلط شي عاب أو شي ناقص بحياتها ولازم تستحف فيه وتخب وجه أو مثلا بيجو بيسألوها بكل عين وقحة ليه بعد ما تجوزتي؟ والله عنجات شو؟ ليه حضرتك بعد ما طلقت؟ شو رأيك إذا بيسألك هيدا السؤال؟ شو هاد السؤال؟ لك شو هالسؤال أصلا؟ شو بيخصكن؟ ليه بعد ما تجوزتي؟ شو بيخصكن ليه بعد ما تجوزيت؟ هي المعترة ما إجا نصيبة هي؟ مععترة كمان؟ مععترة يعني مسكينة باقسة بعدين نصيبة؟ مش أحلى ما يطلع لها نصيب يعمل ويسوي فيها ويمرمطة؟ لا 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 هيدا الموضوع كتير بيستفزني هلا حسب التعريف اللغوي العنوسة مصطلح بشير إلى المرأة المش مجوزة واللي بيكون عمرها بيتعدى ما يعتبر النطاق العمري الأمثل للزواج بالنسبة للنساء لحظة 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 مين حطوا لهيدا النطاق العمر الأمثل للزواج؟ وشو هو هيدا النطاق؟ يعني بأي عمر منصير نقول عانيس مثلا؟ آخر العشرين؟ نصف الثلاثين؟ الأربعين؟ هلا بعرف من زمان البنت اللي بتوصل لنصف العشرين وما تجوزيت هونيك الكارثة ببلشوا السؤالات وبتصير كأنه بضاعة كاستة يا خي بفهم بفهم هيدا من زمان بعصر العقليات المتحجرة والتقاليد البالية بس هلأ 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 كيف بعد قلكن عين تطلقوا هالصفة على أي مرأة؟ أصلا حدا سألها لها المرأة يمكن هي ما بدت تجوز هي هيك مبسوطة بحياتها ما بدت ترتبط ما بدت مسؤولية حرة لا ما بيصير بلا رجال وبلا ولاد ما الحياة استمرارية اوك اوك فهمنا بس الحياة كمان حرية كل البشر ضروري يتجوزوا أحلى شي بيجو بقلوه لكون فات القطار قطار شو حبيبي؟ والله نحنا القطار عنا بعده على الفحم لحجرة يعني على البطيق في وقت لا شو مستعجلين؟ عشو مستعجلين بعدين في الوحدة تكون ملقية الشخص اللي عبالة تكفي معه حياتها مش معناتها إذا قطعت عمر معين يعني بابا رح تتجوز كم شخص من حوالينا ارتبطوا هني بالخمسين بالستين بالسبعين؟ عادة بعدين العنوسة مش بس عند المرأة كمان عند الرجال بس حضرته ما بيكتسب هاللقى بالفضيع إلا بعد الخمسين أو حتى بعد الستين إنه هو بحقله ما يتجوز قبل هالعمر عادة مش هالبكديل يعني بس البنت ما تتجوز ييه فضيحة وقال شو في منهم بصيروا يقولوا ايه شي أكيد بدا تعنس لحقت لي شغلة والدرس تفضلوا ليكوا هالجريمة اللي عملتها درس وشغل هلأ ما تبلشوا تقولولي شو ست نتالية عم تشجع على العنوسة ما عم شجع على شي عم منقل واقع واقع بسيء كتير من الأوقات لعدد كبير من النساء صح؟ صح؟ قلولي إنه فكركم بعد العازبات أنا فضل استعمل هيدا الصفة عزبة عزبة ما كان عبيلهم يتجوزوا ويعملوا عائلة ما كانوا يحبوا يكون عندهم بيتهم ورجال يشاركون حياتهم بس هيك صار ما تجوزوا لأي سبب من الأسباب خدوا بكل هالبساطة وما كتير تحوروا وتدوروا حول الموضوع هلأ في خبرية بتقول وهيدا عن جد مظبوطة مرة عربية ما إلا أكتر من أسبوع واحد مجوزة طلبة الطلق لأنها مش قادرة تكمل حياتها الزوجية مع الشخص اللي ارتبطت فيه لأنه ما عنده أي مشاعر تجاهه وانجبري تتجوزوا هلأ بس سألوها شو اللي خليها تتجوزوا وشو اللي جبرة أصلا جاوبي توبكل بساطة إنه هربا من لقب عانس خاصة إنها تخطت عمر الخمسة وثلاثين وهي بتفضل لقب مطلقة على لقب عانس وقررت الموافقة على الرجال ما بديه لتحقق لقب اجتماعي أخف وطأ عليها من صفة العنوسة شو رأيكم؟ إنه هيك أحسن يعني؟ قديه كلمة واحدة ممكن تسيق لشخص وتأثر على نفسيته وتحسسه بالأحباط وعلى حياته بالمستقبل وبالحاضر وقديه في صبايا قبله بأول واحد دق بابون وقاموا بكتير من التنازلات تما يصيره شو؟ عانس بعرف إنه الظروف تغيريت المعايير اختلفيت والحياة مفتوحة قدام الكل بس للأسف بعدنا منسمع لحد اليوم يا حرام هيدي عانس